اشتركوا في القناة لسنوات طويلة في المجال الحكومي الأمر الذي يمثل تواجده كمستشار لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز إضافة نوعية ودعم لجهود مجلس الإدارة في تحقيق التطور للشركة من جانبه أعرب السيد عبد الحسين ميرزا عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ثقة سموه بتعينه مستشارا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز مؤكدا أنه سيسعى بكل جد وإخلاص في سبيل تنفيذ رؤية واستراتيجية الشركة وتسخير كافة خبراته وامكانياته لمواصلة الارتقاء بهذين القطاعين وأشهد السيد عبد الحسين ميرزا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تطوير قطاعي النفط والغاز في المملكة وتقديم المبادرات الرائدة في هذا المجال معاهدا سموه أنه سيكون عونا لمجلس الإدارة وداعما لاستراتيجيتها المستقبلية ترجمة نانسي قنقر